ترجمة نانسي قنقر في حقيبته الدبلوماسية خلال الجولة فإنه ما زال يراه أن تل أبيب تملك حق الدفاع عن نفسها ملفات بلينكين كما أكدت وسائل إعلام أمريكية ستمنح الأولوية للضغط على حكومة نيتنياهو ليس لإيقاف الحرب ولكن لاتخاذ مجموعة من الخطوات المحددة لتحسين تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع المقتضي بالسكان سلسلة من اللقاءات أجرها وزير الخارجية الأمريكي داخل الأراضي المحتلة بدأت بلقاء داخل تل أبيب مع الرئيس الإسرائيلي إسحاك هرتسوغ ثم آخر موسع مع رئيس الوزراء بن يمين نيتنياهو أعرب بلينكين خلاله عن رفض إدارة الرئيس بايدن لشن إسرائيل عملية عسكرية في رفح الفلسطينية الزيارة كما رأاها مراقبون ركزت على ثلاث رسائل أساسية هي صفقة تبادل المحتجزين ومعارضة عملية عسكرية إسرائيلية في رفح فضلا عن ملف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة تلك الملفات الثلاثة توقع المراقبون رؤية نتائج ملموسة بشأنها خلال زيارة بلينكين لا سيما عقب حالة التعاطف الشعبي المتزايد التي تجسدت في صورة مظاهرات مؤيدة للموقف الفلسطيني في الشوارع الأمريكية وكثير من الدول الأوروبية إلا أن ما حدث أكد حقيقة واحدة وهي أن لا نتائج حقيقية مأمولة لتلك الجولة وأن ما أراده بلينكين هو على الأرجح ليس إلا تهديئة الرأي العام الأمريكي الذي يبدو أنه بات يصب جام الكثير من الغضب على مسؤول إدارة بايدن